اهلا وسهلا فيكم اذا الفيفا بشكل رسمي بيعلن عن بطولة كأس العرب او منتخبات العربية في ديسمبر عام 2011 ومشاركة جميع المنتخبات العربية خليكم معي لحتى تعرفوا كل تفاصيل هذه البطولة وكيف رح يكون نظامها وكيف رح يكون نظامها وكيف رح يلعب منتخبنا موالا اهلا وسهلا فيكم معكم احمد سلام وقلق الاسبورت اذا كنت اول مرة تنسى ان تنسى ان تنسى ان تنسى التعليم للقناة في حد زر الجرس لحتى ان تصل الى كل جديد وهم شيء اضطل ايك لالفيديو لانه زر كثير مهم اليوم رح نحكى عن بطولة العربية للمنتخبات او كأس العرب او ما بتحبو تسموه سموه اللي راح تقام بقطار من 1 الى 18 ديسمبر عام 2021 قرعة البطولة راح تكون بشهر 4 عام 2021 و راح تضم القرعة 22 منتخب طبعا القرعة راح تكون بالشهر الرابع عام 2021 والقرعة راح تكون بين 16 منتخب فقط اول شي اول عشرة ترتيبهم الاول بعرب اسيا و اعرب افريقي يعني كل الاول عشر عرب راح يكونوا متاهلين مباشر بيضل عنا 12 منتخب عربي تانين هدول اللي بعد العشرة الاوائل هدول بيكتم لعب بناتهم تصفيات بيضل منهم 6 لحتى يصير من مجموعة المتاهلة 16 وهي 16 بيتم توزيعون على 4 مجموعات كل مجموعة فيها 4 فرق لحتى يتقهل اول و تاني من كل مجموعة و بدور 8 يضل 8 منتخبات بربع النهائي وبعدين يتقهلوا نصف النهائي بيصيروا 4 وبعدين 2 وبعدين بيفوز البطل طبعا مثل ما سمت انه البطولة جائستة 5 مليون دولار والتاني سيأخذ 3 مليون و اي فريق سيشارك بالبطولة سيأخذ مليون دولار طبعا في حال تواجد منتخبنا بين العشرة الاوائل العرب فرح يتم تأهله رسميا على طول على طول على دور المجموعات اما في حال ما كان من بين العشرة الاوائل فرح يلعب تصفيات رح يطار يلعب مباراة قبل و على اغلب هذه المباراة ما رح تكون كتير قوية لانه من الناس اللي تحت العشرة الاوائل العرب طبعا جميع المنتخبات العربية بدون اي اسستان منشاركة بهذه البطولة هاي البطولة رح يكون فيها كتير خبرة لكل المنتخبات رح يتبادلوا خبرة المنتخبات اللي تأهلت لكأس العالم رح تلعب على ملعب قطر رح تستفاد رح تعرف الاجواء كيف رح تكون رح ياخدوا خبرة اكبر يعني احنا مثلا اذا لعبنا ضد مصر ضد المغرب رح نستفاد خبرة افريقية رح نشوف كيف بلعبوا رح نلعب مع ملتخب تصنيفه اعلى في كتير استفادة فنية وايضا بدنية بالاحتكاك باللعبين الافريقيين كتير كتير بطولة ممتازة نتمنى يتم اقامتها على الشكل والنحو الصحيح لحتى منتخبنا يستفاد بتوقع هذه البطولة رح تكون كتير كتير مهمة لمنتخبنا في حال المنتخب اداءه تحسن من هون لمدة سنة رح تكون خير تحضير لنا حبيت اطلق احكي لكم عن هذه البطولة بشكل كتير بسيط و سريع عن هذه البطولة شكرا لكم كما اكون احمد سلام من قناة سلسپورت شكرا لكم بشوفكم فيديو جيد و السلام عليكم